أولا السلام عليكم قصة فيلمنا كلها دراما وأكشن كل ما عليك أن تصبره في البداية لتستمتع بوسط القصة والنهاية تدى قصة الفين بشنكر اللي بيشتغل أبوه في منقل ووالده ووقد ماستر بأحد المناغم اللي بتعود للمقاورة جساب وأراه إياها بعد رجوعي للمنزل وفيما يتحدث مع زوجتي أنهما سيصبحان أغنية تفاجأ بثنين أطلق عليه من نار أمام أعيني ابنية مع شنكر اللي كان لسه صغير وكمان كانوا عايزين يقتلوه لحسن حده خلصوا الدخيرة المسدسين وأخبرهم شنكر بأنه سيخبر الأهالي بما حدث جاء شخص من خلفه ومسك رقباته ووضع الجمر في فمه فأصبح عاجزا عن الكلام وقام رجوع ساب وجميع الأهالي بمساندة شنكر لأخذ حقه من المقرمين ولاحقت الشرطة المقرمين وتبادل إطلاق النار وقتل المقرمين لكن هنا ستكون المفاجأة سنعرفها في وسط القصة وقام رجوع ساب بتربيةه ساب رجلا تاريا وبيمتالك لكل المناقل وبينما كان رجوع يقوم بالصيد فإذا بأحد حراسي يأتي ويخبره أنه في مشكلة في مناقل الفحم ولما بيروح بلاقي أخوه برجوة بيدرب عامل علشان دافع عن ابنته لما كان بيعاكسها وبيدرب أخوه برجوة قدام العمال وبيقول له أنه بنات العمال هم بناته وأخواته وبيحذر ويعمل كده تاني وبيكون رجوع ساب عامل حفلة عنده في البيت وفي نفس الوقت جلب العامل اللي دافع عن ابنته وبيقول له أنا بسبق دربت أخوه برجوة وأنكم مجرد عبيب وانا ما بفيكم أي حاجة وبيقرر يموته علشان يرضي أخوه برجوة وبينظف المكان وبينزل شنكر ليناديه من الحفلة لكن برجوة بيشك أنه رأى العامل لما قتله وبيفضل يضرب فيه وبيسأله أنت شفت إيه وفي نفس الوقت دخل رجساب وبيسأل أخوه برجوة ليه بيدرب شنكر وبيقول له أنا شنكر شاف حاجة وبيسأل رجساب شنكر فبيترجره بيقول له أنا ما شفت إيش حاجة وبيصدق رجساب وبيخليه يمشي وثاني يوم بيكون رجساب مر من على الطريق وبيشوف غوري بتيقى عمتها وبتصرخ عليها وبيتقول لها أبوك وأمك توف وأخوك سافر وتركك لنا وبيتقول لها لو لا الفلوس اللي بيبعتها أخويا كنا ميتنا من القوة وراح رجساب لفرح صاحبي وهناك بيشوف غوري ثاني وبيحاول يتكلم معاه لكن هي مش طيقاه وبيبعت صاحبه لأهلي غوري وبيعرض عليهم القواز وبعدها بتعرف غوري أن في عريس متقدم لها وأهله موافقين عليه لأنه غني جدا لكن هي بتقول لازم تشوفه الأول بيعرف رجساب بيقول لو شفتني مش هتوافق عليها لأني راقي العزوز علشان يقرر يضحك عليها ويبعت لها صورة شنكر دون علمي وبتتفرج غوري على هدايا اللي مقدمة لها لكن اللي فارق معها أنها تشوف العريس وأخذت صورته ولما بتشوفها بتبقى فرحانة وبتوافق على القواز ولما بيعرف رجساب بيكون مبسوط وبيقي يوم القواز ورجساب بتعمد يغطي وشه وأثناء مراسيم القواز بتشوف غوري شنكر فتبقى مصدومة ومش عارفة هي بتتقوز مين ولما بتشوف على وشه بتلاقي رجساب وبيغم عليها لكن بيفضل ماسكها وبيكمل مراسيم الزفاف والناس بتبارك لهم ولما غوري بتفوق بتقول له أنت ضحكت عليها وبتحاول تهرب مني لكن بيمسكها وبرميها على أرض وتمسك السكينة وتقول له لو قربت مني هموت نفسي وبيقدر يسيطر عليها وبيقول لها أنت ملك اللي لكن ناسيبك النهاردة بمزاقي وبتفضل غوري بتعيط وزعلانك وتاني يوم بيكمل رجساب مراسيم الزفاف وبيكون جنكر فرحان جدا وعمال يغني لهم لكن بيكتشف أن غوري في أودتها ومش موجودة في الحفلة ومستغرب من اللي بيحصل وبعدها بيعرف اللي قاعدة جنب راجا هي باندينة وبتحاول غوري تهرب لكن لم تستطع ومسكوها ويقول لها راجا أنا صبرت عليك كتير ومن النهاردة هوريك وشي التاني ويتعيشي معي غصبا عنك وبيكون شنكر زعلان على غوري وقال لصاحبه يعرف إيه الموضوع من أبوه اللي صاحب راجا صار وما بيخبيش حاجة عنه وصلت عليه صاحب شنكر أشغال واستدرجته بالكلام وبيغلط وبيقول لها وكده عرف من أبوه قصة الحكاية وبيروح وبيحكي لشنكر على كل حاجة ولما بيكونوا قاعدين بيلاقي غوري عايزة انتحر وجرى عليه شنكر وأنقضاه ولما بتشوفه بتقول له حياتي تدمرت بسببك وأنك في ساعة تراجع بيضحك عليها ومدام مش عايز تتجوزني بعتلي صورتك لي وليه دل وقت بتنقذني من الموت وبيكون شنكر مصدوم مش عارف يعمل إيه لكن صاحبه بيقول لها مش هيعرف يرد عليك لأنه مش بيتكلم وأنه ملوش دند وما يعرفش حاجة من اللي بيعملها راجا وبتتفاجئ غوري لما بتعرف الحقيقة وجاء أخو جوري لزيارتها وبيقول راجا لجوري أخوك تحت ولو عرف أي حاجة همويته قدامك وبعدها بتنزل وبتشوف أخوها وبيسأل ليه بتعيطي بتقول أنا فرحانة من المكان اللي بقيت فيها وبيطمئن أخوه علي أن عيش سعيدة وشكر راجا أنه جعل أخته مبسوطة وبيتركهم ويمشي وبيتبعه شنكر وبيفضل يشاور له وبيحاول يقول لا أخذ أختك ويمشي وأنه عمالة عيط لكن ما بيكونش فهمه لحد ما بيكتب له ولما بيرجع لأختي بلاقي راجا بيدربها وبيقول له أخوه أختي مش هتعيش معك تاني وبيقرر ليأخذه ويمشي بس بيدربه برجوه وبيقوم يدافع عن نفسه وبيفضل يضرب فيه وفي الوقت ده راجا أخذ سيف ومشى نحوه وبيتكون جوري مصدوم وبيتفضل تنادي على شنكر وبيقتر راجا أخوه جوري وبييجي شنكر وبيضرب برجوه وكمان راجا ساب بعد فوت الأول بعدما أخوها مات وبيأخذ جوري وبيتبعوا الحراس ليمسكوه وبيقدروا يهربوا منهم لكن بيقعوا في النار وبيلاقي راجا ورجالته وحاصرهم وما فيش غير الموت أو ينطوا في النار علشان يقرروا ينطوا في النار وبيقول لهم راجا أنا مش هصدق أنهم ماتوا غير لما أشوفهم بعيني وبعدها بيجمع رجالته علشان يحاول يمسكهم وبيجي بطيارة وبيفضل يدور عليهم وبيكون شنكر وجوري لسه عايشين وبيحاولوا يستخبوا منهم وبيتلاقي رجال تراج أثار أخدام على الأرض وأيضا حلق جوري وبيتأكدوا وقتها أنهم لسه عايشين ولما بيكون على النار بيلاقي تيارة قدامه وبيأخذ جوري وبيجري بها وبيضربوا عليه النار لكن بيقدر يستخب في الغابة وبعدها بيدخل الليل وراج متضايق أنهم لسه هربانين وبيفضل شنكر يموت فيهم واحد واحد وبيولع في العربية بتاعتهم وبيعمل راج خطة على شنكر وجوري علشان يهمهم أنه سابهم ومشاق وفرح شنكر وجوري لكن راجعوا ثاني فجأة ضربوا جوري بالنار واتصابت وبيجري شنكر عليها وبيلاقي نفسه وتحاصر من رجالة راج وبيفضلوا يضربوا فيه وهي بتحاول تدافع عنه لكن بيمسك راج وبيرميه على الأرض وبعدها بيموت شنكر وبيوقعوه من فوق الجبل وبعدها بياخد جوري وبيوديها لبيت مشبوه وبتعرف بندينة اللي ودها كمان راجل للبيت المشبوه بسبب أنها كانت بتعز شنكر أنه مات وبالصدفة ولد بيشوف شنكر وبياخدوه للبيت وبيكون للسعيش وبيعالجوه ولما بفوق شنكر بيطمن الدكتور أنه قدر يعالجه من النهاردة أنت تقدر تتكلم وبيسأله إيه اللي حصل له حتى ما بقاش يتكلم وده بيخلينا نلقع للماضي لما كان أبوه شغال مع راج في مناقم فهم وأخذ له شنكر الأكل وبيفضل ينادي على أبوه وبينادي راج على أبو شنكر وبيلاقي أبو قطعة ماس وبيوريها لراج وبيطمع راج أنه ياخذ منه الألماس وبيروح لمراته علشان يفرحها لكن بيجي رامفير ومعاودي ليفري وبيموتهم علشان ياخدوا منه الماس وبيقى واحد وبيقى واحد من وراء شنكر وبيخليه يأكل فهم وبيشوف شنكر اللي قاتل أبو وأمه وبتلحقه من الشرطة وبتقدر الشرطة تموتهم وبنرجع لوقتنا الحاضر وبيفضل شنكر يفتكر في جوري وعمال ينادي عليها وبعدها بتفوق جوري وبتلاقي نفسها في بيت مشبور عندنا بتقولها أن شنكر مات لكن جوري مش بتصدقها وبتفضل تقولها أنه لسه عايش وبيكون عمالة عيط وبعدها شنكر بيتعالج وبيكون قادر يمشي وبيرجع يتكلم ثاني ولما بنروح لراج بنلاقي بيقاب الأصحابه وبنكتشف أنهم رامفير وديليفري اللي موت أبو شنكر وأنهم لسه عايشين ومفتي الشرطة ضحك على الناس واتضح أن كل ده كان تمتيلية واللي عاملها راجع لشان يسرق الماس وشوف يا شنكر وبيروح يدور على جوري وبيلقاها عاملين عليها مزاد علاني وبيشوف اللي موت أبوه أمه وبيكون مصدوم يفتكر إزاي ده حصل وبيلاقيهم بياخده جوري وبنادي عليها لكن بيرجوه بيضربه وبيقع شنكر على الأرض وبيقول له المرة دي هموتك بأيدي لكن شنكر بيفضل يضرب فيه لينتقم منه وبعدها بيقدر يموته ولما بيتفوق جوري بيتلاقي نفسها مع رامفير وديليفري بتتخانق معهم لحد ما بتتقلب العربية بهم وبتحاول تهرب منهم لكنها بتشوف شنكر واقف قدامها وبتنصدم ومش مصدقة أنه لسه عايش وبيروح رامفير لشنكر وبيحاول ياخد جوري منه لكن بيقول له أنا شنكر اللي أنت موت أبوه وأمه وبيفضل يضرب فيه وبيمسكه قبل ما يقع وبيكون عايز يعرف مين الراجل الثالث اللي خلاه يأكل الفحم وبيقول له الراجل الثالث هو راجا وبينصدم شنكر لما بيعرف وبيسيبه ويقع وبعدها بيقول لجوري أنه حينتقم منه ومش هيسيبهم وبيروح عند صديقي وأبوه وبينصدمه وبيضنه أو شبه وبعدها يتأكده أنه لسه عايش اعتذر منه أبو صديقه وقرر أنه يساعده وبيكون راجل متضايق جدا أنه أخوه مات وبيكون معه المفتش وبيبعد شنكر جثة رامفير وبيكون معه شاريت وبيقول فيه لهم أنه هيموتهم واحد واحد وأن الدور عليهم وراجا مش عارف مين اللي بيتكلم وصديق شنكر بيكلم ديليفري ويمهل نفسه أنه راجل وبيقول له ييجي عنده حالة ولما بيكون رايح عند راجل بيلاقي جوري بيتوقفه وبتقول له أن يلحقها وأن هناك شخصا بيجري وراها وبتقول له هو اللي قتل رامفير وهيقتلك خليه يمشي في التجاه تاني غير التجاه اللي يوديه لراجل وبتاخده لمناغم الفحم علشان يلاقي شنكر مستنيه بيحاول ديليفري يهرب منه لكن شنكر بينزل وراه وبعدها يمسكه وبيفضل يضرب فيه وبيقدر أنه يموته وتاني يوم بيلاقي عمال منقم ديليفري ميت وبيكون راجل مفتش وبيظهر شنكر وكلهم بيتفاجعوا أنه لسه عايش وبيقول للناس سبب موت أبوي وأمه وراجل علشان يسرق منه الماص اللي لقوه في المنقم ولما شفت اللي موتهم خلاني أكل الفحم وضحك علينا المفتش وخلاني نصدق أنه موتهم وبيتقول الجوري أن جوازها من راج كان مغشوش وأنه ضحك عليها وبعت صورة شنكر على أنها صورته علشان أوافق على القواز وبيقول أبو صاحبه أن راج مسؤول عن كل الجرائم اللي حصلت في القرية وابتدأ العمال يضرب راج ورجالته وبيتصاب أبو صاحبه في دراه والمفتش بيرمي القنابل عن الناس لحد ما بيمسيكه شنكر وبيسيطر عليه وبعدها بيفجره وبيهرب راج وبيركب القطر وبيتفاجئ أن شنكر بيجير وراه وبيحاول يزود السرعة لكن بيقدر يوصل له وبيوقفه من القطر وبيفضل يضرب فيه لينتقم منه وبياخد شنكر حديدة وبيضرب برمي البنزيل وبيلاقي راج البنزيل في كل مكان وبيفضل يترجى فيه يسيبه وأنه مش عايز يموت لكن شركة بيكون ماسك النار وبيرمي عليه وبيقدر يموت راج وبكده يكون قدر ينتقم لأبوه وأمه وبينتهي في المناق لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل الاشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد